انا ابدع سنوصل كما عودناكم دائما بالابداع في اي مجال واليوم معنا الادب والفلسفة والجمع بين الادب والعلم ونحن دائما نشجع على هذا لان الادب والعلم شيء واحد وكل منهما يسهم في تنمية القدرات لدى الانسان حسب تنوع المجال معنا المبدعة راوية وصلاتي جاءتنا من سليانا وتحملت مشاقة الصفر اهلا وسهلا مرحبا بك وعيشك على المقارنة لحلوة برشا انا راولي بسليتي نعم عملي 17 سنة نقلعت روزيما نيمات في لسي بيلوت سليانا فرحانة برشا لنجيت وفخورة باللينا حاضرة معاكم في الفقرة هذه نحب اول حاجة نعملها نشكر مادام نجيبة نعم الاستاذة نجيبة الحابلي على خاطر ديما ديما معايا وديما في كل مسابقة تقولي عليها وتشجعني ومعنا تصرف من عندها وترانسبور وكل شيء بالحق يعطيك صحة مادام هكذا نريد للمعلم والاستاذة ان يكون وها الاستاذة نجيبة تعطينا مثال للشموخ وللقوة العزيمة وراوية هل يعني فزتي بجوائز في مسابقات ام انك تكتبين فقط الحقيقة ما فزتش وما نكتبش برشا معناها نكتب وقت اللي جيني الالهام اي وعادة ما يجينيش برشا وحي القلب على خاطر ديما بس تكتشفوا في النص المتاعي اللي انا ما نكتب كان في في اوقات القوة متاعي واوقات القوة يصر صعيبة الحقيقة في الفترات هذه خاصة ان تخصصك يعني علمي وانتي يجب ان تكون يعني تحرسين على التميز في الدراسة ومن ناحية اخرى تكتبين فلا تكتبين الا عندما يزورك وحي القلم كما قال الرافعي ماذا تريدين ان تقدمي لنا في هذا الاسبوع اريد ان اقدم خاطرة بعنوين لعلي اجد الروح رجعين يا هوا رجعين ورجعنا باختلاجات الصدر وبسمات الثغر هقد ايقنت ان كتاباتي لا يلق بها الحزن والكدر يقولون ان الحبرة والورقة وجد ليذرف الدموع كلمات ويبدل الزيفة اهات اما كتاباتي فلا تصدر الا في اوقات قوتي لا اعلم ما الذي يقويني لكني احس بالقوتي ومن ثم امترها زخات على اوراقي ربما لان الضعف لا يلق بيا وربما لان ضعفي يخلق قوتي فارجع راوي الهوى رجعين يا هوا على دار الهوى على نار الهوى رجعين ولكم ان تسألوا ما الذي اهواه والحق اقول اني لأهوى من اجدني فيه من يحمل جزءا مني ومن يشبهني اهوى الجبل فبشمخه يحويني واهوى البحر فبهدوءه يطمئنني وبهيجانه يوقرني واهوى السماء بنجومها تنيرني والقمر بتفاصيله يحيني والطيور حريتها تعطيني واهوى الانسان فهو يؤنسني اهواه حتى بشره وكرهه او تصدقون اني اهوى الشمس الحارقة هي منظر على كيننتنا ونازعة الغشاوة عنا هي تظاهي وجودنا وجود اختلط بين الخير والشر بين الدفء والحرق هكذا نحن البشر احيانا نزه بالحب واحيانا نحرق كل ما يحيط بنا ومع ذلك فانا اهوانا هل ان الشمس فقط هي من تظاهينا ام اننا نعكسنا في العديد من العناصر اؤمن بشدة اننا في الطبيعة والطبيعة فينا هطل المطر اليوم وقد شرح صدري حقا احسست بان الطبيعة في فصلها الصيفي قد فرحت فرحت كثيرا اليست الشمس برمز الامل والفرح بكرة بيخلصها الكابوس بدل الشمس تضي شموس هقد اضأت حتى حسبناها لن تنتهي حتى احدثت ريبة في قلوبنا خوفا من الجفاف فرحت الطبيعة فرحا مبالغا فيه ليصير الجانب المشرق فيها معقدا لمدة منذ ان دونت سؤالا هل ان التهرب من التعقيد تعقيد وهانا اليوم بامكاني الاجابة عنه تحس بالسعادة تتفائل تحلق في السماء فرحا وقد تكون فرحا من اللاشيء ذلك افضل من ان تصنع من لاشيئك حزنا تتحدى مشاعرك بالاجابية تقول لن يتعكر صفويا ومزاجي البتة تحز في نفسك اشياء تافهات قهوة باردة معجون اسنان فارغ هاتف مغلق رسالة تافهات صحن لم تقدر غسله نمل ملأ المطبخة تقنع نفسك بانها اشياء تافهات وهي تافهات حقا الى ان تواصل في اقناع نفسك بان عدم اللامبالات بك شيء تافهن بان عدم استمتاعك شيء تافهن بان احساسك بالفراغ شيء تافهن بان دموعا تجمعت في مقلتيك شيء تافهن تواصل اقناع لوعيك باشياء لاعقلانية وتظن انك تقاوم وتظن انك تبسط حياتك ولكنك بصدد تعقيدها ويأتي الخرف تكبت الطبيعة تماما كما نكبت تلك المواقف يتركم عليها الحر والحرق تماما كما تتركم علينا الاحزان والالام فتبكي تبكي فيظانة وديانا ملأة سدودا جارفة تبكي ولها الحق في ذلك ابكي يا عزيزتي لعل البث يندفر ابكي لعلك تنقذين فردا سينتحر ابكي لعل الشرح ينتشر لعل علاج الروح ينتصر نحن نحب المطر لانها تجرف معها كل احزاننا نحبها لانها تسقي ارواحنا نحبها لانها تزيل وشمة غم تحيل بقعة هم نحبها لانها وبكل بساطة دموعنا هذه الدموع التي لطالما تجمعت في حلقنا وحبسناها لطالما تركمت في مقلتين وتجاهلناها وما بعد التجاهل ننفجر تماما كمطر هذا الخريفي تلك التي شكلت فيضانات ضيعات موت ألسنا كلما تهربنا من التعقيد ولد تعقيد من رحمه لذلك فلنعش كل لحظة بحلوها ومرها بفرحها وبثها فلنعش ولنلبي رغباتنا وحدث ان اجتاحتني اليوم رغبة الكتابة رغبة التعبير رغبة الصدح بما تراود عقلي من افكار ومن حكايات انظروا الى نافذة الحافلة فيحظنني الجبل بشموخه اهن ايها الجبل كم اهواك اتذكر بيت ابي قاسم الشاب ساعيش رغم الداء والاعداء كالنسر فوق القمة الشماء قمة جبل رموز القوة ولانك يا راوية قوية فانت تحبنا شبيهك لطالما وصفت بالقوة لعلك تتخذين الجبل اسوتك تتأملينه فيقويك يوقرك ويحيي فيك روحك روح الانسان هي في الاصل جبل شامخ روح الانسان طموحة تتطور من الصفر الى القمة روح الانسان صامدة لا تهزها رياح الحياة وعواصفها لا تهاب التضاريس المعرقلة والوديان المرعبة إنما تتعثر فيها وتبقى شامخة ولأنك أيتها الروح منفوخة من روح الرب ولأنك منفوحة على الجد والتعب ولأنك مفطورة على العطاء والحب لأنك أنت أصمدي ويحدث أن تصمد إلى أن يفيض الكأس ولا تتكرر في ذهنك إلا أضغاث واقع مكبل وتذكر أبيت هشام الجخ تقاتلنا طفولتنا وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم أي حكام أمتنا تقاتلني الطفولة والنقاء والبراءة في عالم مليء بالوسخ بخيبات الأمال بالشر بالقبح تقاتلني القيام السامية في ظل قيم سميتها سلة مهملات تقاتلني الآن الواعية والهوى المكبوتة أو لنقل أقاتلني مع القاتلين أرمى بعيدا أترك متخبطة في عمق البحر بين الأمواج أمواج هي الحياة أمواج موج يمتعك وموج ينفرك موج يضحكك وموج يبكيك موج يهزك إلى المدينة الفاضلة وموج يغرقك موج يهديك لؤلؤة وموج يفتك منك أعزائك وربما يأتيك موج فيأخذك أنت أن تبقى في دنيانا يعني أن تكون سباحاً ماهراً أن تكون صامداً لا تهزك رياح الخيبات وتيارات الفشل اصنع أشريعة تواجه بها شد أزرك بخالقك واسبح لن تخيب أبداً وهانذا المتخبطة بين الأمواج ألقنك وألقن نفسي السباحة علني أنجو نعم إن شاء الله سوف تنشين من كل المخاطر وستكونين من أفضل الأدباء والفلاسفة وإن شاء الله بهذه الطاقة الإيجابية سوف تبلغين ما تطمحين إليه نصك طويل نوعاً ما لكنه رائع جداً والمستمعين سرقهم الوقت مع هذا النص شكراً لماذا تستمدين الإلهام من الطبيعة؟ هل نشأت في بيئة ريفية مثلاً؟ هي تقريباً ريفية ولكنني أحس كما قلت بأنني أنتمي للطبيعة أن روح الإنساني هي روح منبثة من الطبيعة أن الخالق خلق كل شيء بكمية من التناسق والتناغم بين طبيعتنا طبيعة البشر وبين الطبيعة التي نراها السماء الجبل البحر أكثر العناصر التي أحبها هي السماء والجبل وأنا أعيش في سليانة حيث يوجد الجبل وتوجد السماء في كل مكان نعم، السماء عالية والجبل الشامخ وأنت طبعاً تعطي لنا شحنة من الطاقة لمواصلة الطريق وهذا ما نريده من الإبداع ومن الطموح أن يعطينا الطاقة الكافية لنواصل لأنه يمكن للإنسان أن يبلغ القمة لكن الأهم هو أن يواصل في السمود فوق هذه القمة أستاذ نجيب أردت أن تعلقي ربما على إبداعات راوية تفضل نعم، أردت أن أعلق عن علقة نسراوية بالطبيعة نعم من يعشق الطبيعة سيجدها بكثافة في مدينة سليانة نعم لماذا في مدينة سليانة؟ بالتحديد هي المدينة الجامعة بين زرقة السماء الصافية بأجوائها الصافية وبالخضرة الممتدة على امتداد البصري وبجبالها الشامخة ففي الجبال السامخة نجد انعكاسا على شموخ أبنائها صبرهم، عطائهم، مثابرتهم قوتهم قوتهم نعم امتداد الخضرة نجده في امتداد البصر والبصيرة عندهم كذلك وهو ما ينعكس على نصوصهم في إبداعاتهم هذه أو في غيرها من الإبداعات إذن فتعانق العلم مع الأدب ليس بالأمر الغريب عليهم ولا هو بالأمر الجديد فمن هذه المدينة نعرف الكثير من العلماء الأدباء الذين يعني لم يعزلوا الأدباء عن العلم وهذا ربما من مميزاتهم فهذه المدينة توفر لأبنائها الإلهامة أكثر من غيرها بهدوئها، بطبيعتها الخلابة، بجبالها الشامخة، بكل ما يوحي فيها من صبر، من شموخ، من مثابرة، من عطاء نعم أستاذة نجيبة يعني ماذا تطمع أو إلى ماذا تطمعين من حيث يعني علاقتك كأستاذة وأم روحية لراوية وغيرها من المبدعين الذين تهتمين بهم، ماذا إلى ماذا تطمعين أن تبلغيهم من الرقي وتحدثين عن أهدافك في المستقبل؟ بصراحة أريد منهما أن تكونان نواتاً تحتضن العلم والأدب معاً حتى تعيدان لنا صورة علماء الماضي الذين كانوا يبدعون في مجالات علمية ويبدعون في الأداب أيضاً منهم الأسماء من الأسماء الكثير نعم فلا غنى للعلم عن الأدب الأدب حاضنة العلم به نعبر عن فكرتنا العلمية به نشرحها به نفسرها به نقدمها يعني للباحث عنها وكلما كان الإنسان قادراً على التعبير عن أفكاره كان أنجح في تقديمها وكان أبلغ أثراً في النفوس المطلقين عنه هذا العلم وطبعاً نحن نشجع على الأخذ من كل شيء بطرف نلمى بجميع المجالات أستاذ نجيبة شكراً لك على الحضور وأيضاً راوية شكراً على الإبداع والصوت الجميل الفيروزي الذي أطربتنا به هذا الصباح أعزائنا المستمعين نشكركم على المتابعة نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم مع مبدع آخر أنا أبدأ